اشتركوا في القناة تصوروا من ينقل للشيعة كيفية الصلاة هو نفسه لا يعرف كيفية الصلاة ولا يحسن الصلاة فتابعونا حتى النهاية جزاكم الله خيرا حتى يتوضح الأمر بداية نتعرف عن هذا الراوي هذا أمامنا كتاب رجال النجاشي في صفحة 142 يقول في ترجمة حمد بن عيسى أبو محمد الجهني مولى وقيل عربي أصله الكوفة وسكن البصرة وقيل إنه روى عن أبي عبد الله عليه السلام عشرين حديثا وأبي الحسن والرضى عليه السلام إذن هذا الراوي يروي عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن والرضى عليه السلام ومات في حياة أبي جعفر الثاني عليه السلام ولم يحفظ عنه رواية عن الرضى عليه السلام ولا عن أبي جعفر عليه السلام وكان ثقة في حديثه صدوقا إذن الرجل ثقة صدوق وكان ثقة في حديثه صدوقا قال سمعت من أبي عبد الله عليه السلام سبعين حديثا فلم أزل أدخل الشك على نفسي حتى اقتصرت على هذه العشرين أي الرجل يدقق في الحديث ولهذا رغم أنه سمع سبعين حديثا إلا أنه لم يروي عنه إلا عشرين حديثا فلم أزل أدخل الشك على نفسي حتى اقتصرت على هذه العشرين ولو حديث مع أبي الحسن موسى عليه السلام في دعائه بالحج وبلغ من صدقه الرجل صدوق وبلغ من صدقه أنه روى عن جعفر بن محمد وروى عن عبد الله بن المغيرة وعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام إذن الراوي حمد بن عيسى من أصحاب الإمام الصادق ويروي عنه وهو تقى صدوق بل بلغ من صدقه أنه روى عن جعفر بن محمد وروى عن عبد الله بن المغيرة وعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله إذن هذا من رواة الإمامية وطقة صدوق نذهب الآن لكتاب الصلاة لحريس هذا أمامنا كتاب معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة لأبو القاسم المسوي الخوئي في الكتاب الخامس يقول في ترجمة 2645 حريز بن عبد الله قال النجاشي حريز بن عبد الله سجساني أبو محمد الأزدي إلى أن يقول له كتاب الصلاة كبير وآخر ألطف منه وله كتاب النوادر فأما الكبير فقرأناه على القاضي أبي الحسين بن محمد بن عثمان إلى أن يقول قرأ على فلا قرأ على فلا قرأ على فلا إلى أن يقول قرأت على حماد بن إيسى قرأت على حماد بن إيسى قال قرأت على حريز إذن الراوي الوحيد لكتاب حريز في الصلاة هو الراوي حماد بن إيسى هذا إذن الراوي الوحيد لكتاب الصلاة لحريز هو حماد بن إيسى فأحكام الصلاة عند الشيعة وآدابها وواجباتها وموانعها توجد في كتاب حريز والراوي الوحيد لكتاب حريز وهذا الراوي حماد بن إيسى فهو الذي ينقل للشيعة أحكام الصلاة وفروضها لكن المصيبة والمضحكة والمسخرة هو أن هذا الراوي لا يعرف كيفية الصلاة لا يعرف كيف يصلي ولا يحسن الصلاة وهو كبير في السن تصور من يعلمهم الصلاة لا يعرف كيف يصلي هذا أمامنا كتاب وسائل الشيعة إلى تحسين مسائل الشريعة للحر العاملي في الجزء الخامس تحت عنوان أبواب أفعال الصلاة الباب الأول باب كيفيتها وجملة من أحكامها وآدابها في الرواية الأولى يقول محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن إيسى حماد بن إيسى هو الراوي الوحيد لكتاب الصلاة لحريز أنه قال لأبو عبد الله عليه السلام يوما تحسن أن تصلي يا حماد الإمام يسأل حماد هل يحسن الصلاة قال قلت يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة إذن الرجل ليس بحاجة لاختبار وتسأل هل يحسن الصلاة أم لا لأنه يحفظ كتاب حريز في الصلاة وهو الراوي لكتاب حريز في الصلاة قال فقال عليه السلام لا عليك قم صلي الإمام يصر أن يختبره فقال عليه السلام لا عليك قم صلي أي عند الامتحان يعز المرء أو يهان لا عليك قم صلي قال فقمت بين يديه متوجيا إلى القبلة فاستفتحت الصلاة وركعت وسجد فقال عليه السلام يا حماد لا تحسن أن تصلي إذن الإمام رأى صلاة حماد فرأاها غير صحيحة مع أنه يحفظ كتاب حريز في الصلاة وهو راوي كتاب حريز في الصلاة يا حماد لا تحسن أن تصلي ما أقبح بالرجل أن يأتي عليه ستون سنة أو سبعون سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة إذن هذا الراوي حماد بن عيسى كان كبير في السن ولا يحسن الصلاة قال حماد فأصابني في نفس الدل إذن حماد أحس بالدل رجل يحفظ كتاب حريز وهو راوي كتاب حريز ولا يعرف كيف يصلي فما بالك بالقطعان فقلت جعلت في ذاك فاعلمني الصلاة ما شاء الله بلغ الستين أو السبعين في هذه السن سيعلمه الإمام الصلاة مسخرة أم ليست مسخرة والرواية صحيحة هذا كتاب المستند في شرح العروة الوطقة لأبو القاسم الخوئي من تأليف الشيخ مرتدى الباروجردي في المجلد الرابع صفحة 52 يقول بل إن المستفاد من صحيحة حماد بل إن المستفاد من صحيحة حماد صحيحة حماد هي التي قرأناها فالخوئي هنا يقول عنها صحيحة حماد يصحح الرواية الواردة في بيان كيفية الصلاة لأن الإمام الصادق سيعلم حماد بن عيسى كيف يصلي وما لها من الأجزاء عدم كون الأكوان المتخللة منها لعدم التعرض إليها إلى آخره إذن حماد بن عيسى من أصحاب الإمام ومن رواة الإمامية وهو الراوي الوحيد لكتاب حريس في الصلاة وهو لا يعرف كيفية الصلاة رغم أنه قال أنه يحفظ كتاب حريس في الصلاة وكتاب حريس فيه أحكام الصلاة وأداب الصلاة وواجبة الصلاة وموانع الصلاة والراوي الواحد لهذا الكتاب لا يعرف أحكام الصلاة ولا أداب الصلاة ولا موانع الصلاة ولا واجبة الصلاة رغم أنه كبير في السن ويحفظ كتاب حريس ولما صلى أمام الإمام طلعت صلاته باطلة إذن إما أنه يكذب على الإمام لما قال له أنه يحفظ كتاب حريز وإما ما في كتاب حريز باطل وحمد بن عيسى صلى بما في كتاب حريز وهو باطل لأن الإمام أبطله بصلاة حمد بن عيسى نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة